قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إرجاء الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب على حكومته وجاء ذلك خلال جلسة للبرلمان العراقي عقدت بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية بأن تأجيل طرح التعديل الوزاري على حكومة حيدر العبادي يتعلق بعدم انتهاء عمل لجنة الخبراء المكلفة بذراسة الأسماء المرشحة وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أمهل العبادي حتى يوم أمس السبت لإعلان تشكيلته الحكومية المعدلة مؤددا باتخاذ خطوات تصعيدية ما لم يلتزم العبادي بالمهلة المحددة وكان الآلاف من أنصار مقتدى الصدر قد نصبوا قبل أيام خياما للاعتصام أبام بوابة المنطقة الخضراء والتي تقع بداخلها مقار الحكومة العراقية قائلين بأنهم جاءوا للضغط من أجل محاربة الفساد جدير بالذكر بأن عددا من المراقبين المستقلين عبروا عن استغرابهم من الدعوات والتحركات الأخيرة لكل من مقتدى الصدر وحزب الدعوة الحاكم قائلين بأنهما أهم رموز الفساد التي اشتهر تكالبها وتلاعبها بمقدرات الشعب العراقي